السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلعنا العزاء وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتكلم عن الفرق ما بين الفنالوجي والفناتيكس طيب بالبداية هم ثنينتهم علم صوت ولكن الفرق بيناتهم أنه علم الفنالوجي نجي يعني هو دراسة وظيفة الصوت العلم الوظيفة يعني تعثير الصوت من بعض لبعض يعني العلم الذي يدرس وظائف الصوت وكيف يتأثر الصوت بالنظام الصوتي يعني الأصوات نظام الأصوات كيف ننطق هذا الصوت المعين إذا جاء كذا صوت بعده أو قبله كيف يتأثر هذا الصوت التشديد التنغيم هذا هو علم الفنالوجي أما علم الفناتيكس The descriptive study هو دراسة وصفية لعملية عضاء النطق كيف تتحرك لكي تنتج صوت معين يعني خروج الصوت التشلون يطلع هذا الصوت شلون يتكون هذا هو علم الفناتيكس أما دراسة نظام الصوت فهو الفنالوجي فنالوجي deals with abstract sounds يعني أصوات مجردة يدرس معي يتكلم عن أصوات معينة مجردة فنالوجي deals with actual speed sounds يعني الفنالوجي يدرس النطق المختلف لصوت معين يعني مثلاً أنا عندي الل عندي ثلاثة أنواع للل الل دارك ال واللايت ال والدي فويس ال هذا كل يتبع علم الفنالوجي أما بعلم الفناتيكس فإحنا ندرس الصوت نفسه يعني أنا عندي ت عندي ل ما أكو غير أنواع للل وأنواع الت وإلى آخره فنالوجي is a language specific شون يعني is a language specific يعني معناها هو خاص بلغة معينة النظام اللي موجود بعلم الصوت النظام الصوت باللغة العربية يختلف عن نظام الصوت فعن اللغة الإنجليزية فنالتكس can be general about all language بينما خروج الأصوات عملي خروج الأصوات هو ثابت سواء بالإنجليزية بالعربية بالأسبانية يعني أنا من أقول النه هو نيزل يعني يعني يخرج من الأنف سواء للإنجليزية أو العربية نفس الشي نفس الشي نجي هنا بعدم الفنالوجي إذ الفونيم is the abstract unit of phonology أما segment is the basic unit of the phonetics هذا هو أنواع الرئيسية وهذا هو الفرق الرئيسي ما بين الفنالوجي والفنالوجي هو يجيكم أسألة بالامتعام عن هكي سؤال وهو معلومات عامة أتمنى استفيدتم من هذا الفيديو لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وتنشرون هذا الفيديو إلى زملائكم تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتنا لكم